موسيقى السلام عليكم أعزائي المشاهدين أهلا بيكم معنا النهاردة في حلقة جديدة من برنامج العيادة ولقاء متكرر كل يوم سبت وسبت بابقى معاكو بنتكلم في كل ما هو جديد في مجال التجميل وإن شاء الله دايما من خلال الحلقة أي استفسارات خارج موضوع حلقتنا كمان أنا استعداد دايما للإجابة على كل الاستفسارات وفي نفس الوقت كمان إحنا إن شاء الله دايما قناة الحياة بتطرح لكم العيادة بتاعت قناة الحياة بالأرقام اللي بتبقى موضحها أسفل الشاشة وكمان استفساراتكم عن طريق الأرقام اللي ممكن تبعاتوا بينها SMS إن شاء الله أقدر على الهوى مباشرة أن أنا أجاوبكم على استفساراتكم كلها وإن شاء الله النهاردة موضوع حلقتنا هيكون موضوع يمكن خارج الصندوق زي بنقول وبنسمع دايما على تعبيرات البوتوكس والفيلر لكن هو عنوان حلقتنا النهاردة هو الاستخدامات الغير تقليدية للبوتوكس والفيلر دايما بنسمع عن البوتوكس فيلر واحدة مثلا فيلر بتكبر خدودها كده والشايب أمليان طب عندنا تجعيد في وشنا في منطقة الجابهة وحوالين العين كل دا أنا اتكلمت معاكو فيه قبل كده وإن شاء الله في حلقات لاحقة ممكن أبقى أتكلم عنه تاني بتفصيل أكتر لكن خلوني النهاردة أوضح الجوانب بتبقى مهمة قوي في موضوع البوتوكس والفيلر وحاجات كلها غير تقليدية يعني بنسمعش عنها كتير وبيبقالها دور كبير قوي في حلها يعني على سبيل المثال عشان نفتح المعاضية مع بعض النهاردة احنا بنسمع دايما وخلينا كل حاجة نرجعها لأصلها البوتوكس هي مادة لحقن العضلات العضلات دي على فكرة ممكن تبقى أي عضلات على فكرة في جسم الإنسان سواء في الوش أو الجسم وليها استخدامات لما بنقول في الجسم بيبقى حالات مرضية خارج نطاق التجميل لما بتكون على مستوى العضلات اللي في الجسم لكن عضلات الوش بشكل عام اللي بتظهر الملامح دي بيتم حقنها عن طريق البوتوكس علشان لو هي فيها نشاط زيادة وحكلم عنها استخدام بقى فعلا فرق كتير جدا في حياة البني قدمين على مستوى العالم للبوتوكس وخارج الصندوق خالص وهو استخدام البوتوكس للتعرق الزائد أو الناس اللي بيعرقوا كتير مش عاوزين نتخيل مثلا موضوع يعني ايه عرق زايد ما بيحطوا ديودرنت أو أي مزيل عرق هي القصة مش كده يا جماعة غير الجزئية اللي لها علاقة بالهايدين أو النظافة الشخصية والروايح هي لها دور كمان على مستوى حياتهم نفسهم ومارستهم ليها قد ايه الناس اللي بيبقى عندهم فرط التعرق أو العرق الزيادة بسبب لهم مشاكل اجتماعية كتير وساعات بتكون مشاكل مهنية سواء للموظف أو الموظفة أو سواء كمان ساعات للطالب يعني ازاي بنشوف ساعات كفوف ايديهم يعمل ايده كده يعصرها تليها بتنزل مية فيه ناس كتير بيتفرجوا عليها دلوقتي وعندهم حالات زي دي ومش متخيلين انها ممكن تتحل ازاي انه ممكن لواحد أو واحدة مثلا حتى في المطبخ مش عارفة تمسك ادوات المطبخ بأيديها وتتزحلق منها وتقع منها ازاي انه طالب مسك ألم وفي الامتحان ومش عارف يجاوب كويس وكل شوية يسيب ايده ويقعد ينشف في حاجة جنبه ويكتب ازاي الموضوع ده ممكن يأثر لواحد حرفي بيشتغل بايده ممكن جراح كمان ممكن يبقى بيارق زيادة مش عارف يمارس مهام عمله كويس اي بني آدم بيستخدم يديه سواء من الذكور او الاناس وعندوهم عارق زيادة وفرط تعرق زيادة حيسبب لهم مشاكل في حياتهم اليومية وفي شغلانتهم اللي هم بيعملوها بالاضافة طبعا ازاي ان احنا ممكن نلاقي في منطقة الابطين ازاي ان الحرك ده ممكن يبقى عند ناس كتير وستات ورجالة ان هم مثلا في لبسهم دايما حاسين ان هم مش عارفين يلبسوا حاجة لازم يلبس جاكت مثلا او اي حاجة فوق دومه عشان القميس او التيشيرت بيبان فيه بقع كبيرة بالنسبة العرق تحت الابطين وبنلاقها في القدمين وازاي ان هم لازم دايما يلبسوا حاجة مفتاحة خالص علشان هي بتعرق زيادة فهتسبب روائح كريهة لو الحزاء نفسه كان مغلق باحكام فبالتالي لما نقول ان في حل للموضوع ده بيتم عن طريق البوتوكس فده بقى تفرق براقوي ان المقابل لكده في جراحة فعلا بتتم طبعا هي خارج اطار التجميل بيعملها جراحين الجراحة العامة جراحة معينة بتتم على مستوى الاعصاب اللي بتغزي الغدد العرقية فبالتالي بتحد منها الجراحة دي ما تكلمش عنها النهاردة الخارج تخصصي بس فيه ناس كتير ما بتحبش انها تعمل الجراحة ممكن يبقى لها بعض الاثار الجانبية وعشان هي جراحة لكن في اقتار حلقتي النهاردة انا حابب اركز على موضوع البوتوكس ان ازاي البوتوكس ده اللي عاديين بنقول تفرق كبيرة في العضلات ولسه هتكلم استخدامه ايه في العضلات التانية غير تقليدي غير الجروح او الخطوط اللي بتبقى موجودة في الجبهة وحوالين العينين ان هو في العرق ان ازاي المادة نفسها بتاعت البوتوكس بتروح للأعصاب اللي بتغذي الغدد العرقية في المنطقة دي وبتمنع افراز المادة النقل العصبي اللي بيزود افراز الغدد العرقية من الاخر بيحد من افراز الغدد العرقية في الاماكن اللي بيتم حقناه بنسبة ما تقلش عن 80-90% بيبتدي تأثيرها زي ما احنا متعودين دايما من حلقتي معاكو وهو ده الطب يبتدي التأثير من 3-4 تيام لغاية ماهوصل لزرويته على 10 تيام اسبوعين طبعا البوتوكس زي ما احنا عارفين برده تأثيره مؤقت فهو بيقعد 6 شهر طب الناس من اللي بتفرج عليها هتقول لي طب يعني يا دكتور انا كل شوية هروح اعمل بوتوكس علشان العرق اه للأسف اه هو مفيش حل غير كده اصلون يعني احنا قلنا المقابل لده هو جراحة لكن انت او انت من خلال بعض العلاجات للحقنة في المنطقة دي بشكل موضعي تقدري او تقدر تقضي على مشكلة انا يا جماعة بتكلم يعني ناس كتير من اللي بتشوفنا عندها المشكلة دي وحيحسوها قوي انت هتقضيلك تقريبا 6 شهر ما عندكش المشكلة دي يبقى تستاهل ولا ما تستاهلش لا تستاهل قوي كمان وكمان الكويس ان مع تكرار الحقن مرة ورا مرة بنقولها دايما الجابس بتوسع او الفترات الزمنية ما بين الحقنة واللي بعديها بتطول فبنلاقي ناس بيعودوا 8 شهر وساعات 9 شهر وممكن اكتر كمان في بعض الحالات يعني من الاخر اجراء بيتم بسيط جدا في 5 دقايق بيحل مشكلة كبيرة دورنا النهاردة في الحلقة ان التعبيرات اللي انتو بتسمعوا عنها دايما كتير وبرقة ومش بنيديها حجمها الكويس بوتوكس لا 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 بوتوكس لا ده عشان انا وشي تجعيد انا مش عاوز اتعود علي كلها كلها تعبيرات مغلوطة ومش حقيقية احنا بنتعامل مع للأسف الحاجات الطبية على انها مستحضرات تجميل فانا مش عاوز احط ميكب وفانديشان على وشي كتير عشان مريقوش وده حقيقي لكن بوتوكس مش كده بوتوكس ده علاج البوتوكس على فكرة حتى على مستوى التعرق لما هنلاقي الناس اولا تحت الابطين فيه ناس بيجي لهم التعبات متكررة كتير جدا نتيجة افراز الغدل العرقية في المنطقة دي بزيادة وبيحطوا ساعات حاجات موزيل عرق بيعمل بلوكتج او بيسد المسام فبيتراكم افرازات تحت جده بتسبب الاحبوب والتعبات متكررة يبقى انت من الاخر لما تحقن بوتوكس في منطقة معينة يبقى انت بتحل سبب مشاكل كتير ممكن تبقى عضوية كمان للموضوع بنلاقي ناس كتير قوي نتيجة كاف ايديهم من جوة والعرق الزيادة بيقشروا والتعبات كتير وكل الكلام ده يعني شوفوا احنا بنتكلم في حل المشاكل الوظيفية وبنتكلم على مشكلة اجتماعية ونفسية وكمان عضوية بتظهر في المنطقة دي يبقى الموضوع حقن البوتوكس للتعرق الزائد ده حل مهم جدا معنا فيديو بقى جهز معنا دلوقتي حعرض لكو فيه ببساطة قوي ازاي بتم حقن البوتوكس للاماكن الزيادة واللي هي غالبا كف اليد والبط شايفين القبط هنا معنا ايه افرازات اهي غدد عرقية بتبلينا بشكل رسمة كده احنا بنوضحها الحقن بسيط جدا بسن خفيف قوي المريد بيكون حاطة مخدر موضعي في المكان نفسه هو مش حاسس باي حاجة المنطقة دي نفسها شبه من الملة بعد كده بيتحنزل شايفين حاجات بسيطة كده بوتوكس عشان يروح للغدد العرقية اللي بتفرز زيادة تمام بيبقى عن طريق بوينت كده وليها رسمة كده معينة ان احنا لازم نغطي كل المنطقة اللي بيحصل فيها الافراز الزيادة اللي ما انتوا شايفين هو الاجراء خفيف جدا ما فيوش اي مشكلة وفعلا حل قوي قوي هنا برضو معنا الرسمة نفسها اهي برضو وهي بيوضح فيها الموضوع الاجراء نفسه خفيف جدا الافراز بيضد عرقية من المسام اهي بتاعت الجلد بتطلع حطينا مخدر موضعي ابتدى الدكتور يحقن المناطق نفسها بتاعت القبط كلها زي ما بيقول كده ما بين كل مكان والتاني في الحقن بيبقى بينهم من بعض سنتي بحيث ان هو يغطي المنطقة دي كلها عن طريق حقن البوتوكس نلاقي المريض بعدها ما فيش اي حاجة خلاص ما فيش حقيق حتى يعني احتياطات بعدها كل اللي احنا بنقوله له ملاش ان هو يعمل غسيل للمناطق اللي تم فيها الحقن في خلال اليوم نفسه اجراء بسيط اجراء بسيط حل مشكلة كبيرة قوي حل مشكلة كتير قوي الناس بتعاني منها بيشوفوها كتير قوي في حياتهم اليومية ومش قادرين يتخيلوني لها حل وكان فعليا لها حل جراحي بس هو خارج مكان التخصص بتاع النهاردة اللي انا بتكلم فيه لكن في نفس الوقت هو طفرة كبيرة جدا في العلم البوتوكس وحقنه لفرط التعرق او العرق الزايد اللي بيحصل عند ناس كتير قوي وحنشوفها برضو كمان بيبقى فيه صور تبين بالنسبة لنا مثلا ممكن صور نعرضها بس بتاعة اليد من جوة اللي بتبين قد ايه وهي لونها من جوة كبكها بتلمع قوي ايه شايفين ازاي عندنا صورة على الشمال بتلمع قوي كده وعلى يمين دي بس حاجة تجربة كده بتوضح لكو صورة اللي على الشمال دي ما تحقنتش ازاي اليد شكلها كده ايه بتلمع كده مليانة عرق على الشمال حصل فيها ان ما بقاش فيها افراز عرق زيادة خالص صورة دي بس حبيت اوضح لكو بيها قد ايه الفرق بيبقى عامل ويمكن دي صورة خفيفة لكن تخيلوا بقى المريض ده بيبقى ساعة السترس والضغط العصبي لو هو مستعجل لو هو في امتحان ومضغوط قوي والعنصر الوقت بالنسبة له محتاج ان يكتب بسرعة لكن انت تخيلوا ان الكلام ده بيتضاعف مضاعفات كتيرة قوي انا مش ببالغ لما بقول انه بيعصر ايده كده بنشوفهم مرضو فعلا مصعبوا علينا بيعصر ايده كده بنزل مية منها فبالتالي القصة مش طرفيهية ابدا في كلامنا النهاردة هي قصة ليها معاني كبيرة جدا الناس اللي بيتعاني منها هيقدروا قوي معنى كامل اللي احنا بنتكلم عليه طيب ييجي تاني بقى على استخدام للبوتوكس ممكن الناس تسمع عن تعبير كتير قوي بيتقلهم اسمه نيفرتيتي نك نيفرتيتي اللي هي نيفرتيتي طول عمرها للجمال وعشان كده جمعية جراحين التجميل المصرية العريقة واخدها رمز ليها اللي هي نيفرتيتي عشان هي كانت رمز للجمال من اهم الحاجات اللي كانت بتميز ملامح نيفرتيتي رقبتها كدي يقولك دايما رقبت نيفرتيتي ازاي مامشوقة مرسومة خط الفك مرسوم بنعومة الكيرفز بتاعتها كويسة فبالتالي كانت رمز للجمال من هنا شطق التعبير ده على مستوى العالم كله لإجراء بيتعمل علشان نوصل لنفرتيتينك اللي كل واحدة دلوقتي تفرج علينا بتحلم بيها طيب هلو أهم الحاجات اللي بنستخدمها عشان نوصل لموضوع نفرتيتينك ده البوتوكس تخيلوا عاديين بنسمع عنه طول الوقت علشان حوالين العين واجبها ومش واخدين بالنا انه ممكن يبقاله دور كبير قوي في موضوع الرقبة طبعا لازم يبقى فيه تقييم طبي انه مش كل الناس انه فيه واحدة ممكن عندها ترحولات في الجلد كتير قوي مش هينفعها اللي عم يتشد الرقبة مثلا او استخدام خيوط مثلا بشكل معين فيه واحدة عندها دهون كتير في منطقة الرقبة واللي هي من ساميها اللغد او الدابل تشن فبالتالي دي محتاجة ان احنا نعمل تفتيت للطبقة الدهونية اللي تحت الجلد يعني بالتالي هي ليها استخدامات معينة لازم تخضع لمعايير طبية وكشف الطبي يقدر الدكتور يقول ان البوتوكس المنطقة دي هيفرق طيب زي ما تعلمنا مع بعض كده من خلال حلقتنا اللي على طول مع بعضينا كده احنا كنا نقول دايما البوتوكس للعضلات طيب ايه علاقة بقى الموضوع ده بالعضلات حلو خلينا نتخيل مع بعض ان احنا فيه عندنا عضلات للوش هي اللي قاعدة بتعمل النشاط بتاعها وكمان عندنا عضلات في الرقبة بتقدر تعمل برضو نشاط ليها طيب الست او الراجل عنده العضلات دي مشكلتها ايه مشكلتها ان هي بتشد كده فبتظهر التجعيد بزيادة يعني ها فكروا معايا العضلات قاعدة بتشد كده يعني الاتجاه لتحت طب احنا عندنا فيه عضلات الوش بتشد لفوق حلو يبقى انا لو قدرت احيد منطقة الرقبة العضلات اللي فيها نشاط زيادة وبتشد لتحت دي كده هانتلها بوتوكس اللي هو بيقلل من النشاط انا هخلي العضلات بتاعت الوش تشد لفوق حلو يبقى انا دلوقتي اللي بيشد لتحت بتاع الرقبة ريحته وخليت او مايشتغلش الزيادة قوي وخليت العضلات اللي فيه مشتغل كويس فحتقوم شدة المنطقة دي كلها لفوق حلو يبقى ايه اللي هيحصل من شد لفوق اي واحدة توقف كده ده المرأة بتعمل كده بأيديها هتلاقي منطقة الرقبة تشدت ومنطقة خط الفك تشد معانا بالعضلات كلها اللي بتدت تشد في الديركشن اللي هو لفوق وهو ده الديركشن بتاع الشباب يعني ايه تأثير دايما الجاذبية الارضية لتحت ونلاقي دايما لو اي واحدة كبيرة في السن او واحد ملامحوا بيحصل لها سقوط ونلاقي دايما الشاب او الشابة الملامح كلها مرفوع لفوق ونلاقي حتى كمان تعبير دايما منقوله لستات شكل جمالي شبابي وهو الهايت شيكبون انهم يبقوا عندهم الخدين مرفوعين كده لفوق طبعا مش اوفر حشان ما يبقاش الشكل الصلاعي الناس كتير ساعات بترقب منه يعني لكن هو الفكرة في ايه ان احنا حقلنا البوتوكس لمنطقة الرقبة والخط الفك فحصل ايه العضلات بتاعت الوش هي اللي تدت تشتغل جامد فخلت ايه المنطقة اللي تحت دي تتشد وتترفع ونلاقي ناس عندهم خطين في وسط الرقبة واضحين قوي حتتين كده برزين لبرا وعند الستات اكتر وبالذات لو رفيعين شوية هنا ده بقى عشان العضلات بتاعت الرقبة شغلة جامد فبتتحقن ومعنا صور برضو ان شاء الله هنعرضها لكم تبين بقى فرق الرقبة قبل وبعد قوي بعد موضوع البوتوكس وازاي ان البوتوكس في المنطقة دي ممكن يعمل فرق كبير قوي للرقبة لو تحط في مكانه حتة الرقبة وحقنها بالبوتوكس هتوصل في النهاية لتعبير معروف جدا عالميا دلوقتي اسمه انيبرتيتي مك احنا همطلع فاصل يا جماعة بس ما تروحوش في اي حتة اني لسا عندنا كلام كتير قوي هنتكلم فيه عن الاستخدامات الغير تقليدية للبوتوكس والفيلر خلوكو بعد فاصل